مرحبا اليوم نكفي بكورسنا ورح نحكي عن نمط التعداد هذا النمط بساعدني او هاي الكلمة المفتاحية او هذا المصطلح يساعدني على تشكيل نمط معطيات جديد استخدمه انا في برنامج مثل ما عندي انماط مثل الانتجر والفلوت والدبل فيني يعمل انا نمط وهذا النمط اسمه انا بحطه اياه والقيم يلي بياخده انا بيعطي اياها يعني مثل انتجر بياخد رقام صحيحة سالبي وموجبي انا هذا النمط اللي رح اخترعه رح ياخد قيم انا بحط له اياها كيف بدنا نتعامل معه في كلمة مفتاحية اسمها انم تستخدم من اجل انشاء نمط تعداد يجب وضع هذا التعريف قبل المين يعني خارج كل التوابع وبروح بعد كلمة انم وهي كلمة محجوزة بحط اسمه لهذا النمط وبين قوسين مجموعة بروح بحط قيمه لهذا النمط كيف ممكن استخدمه؟ مثلا انا بدي عبر بمسئلتي او ببرنامجي بدي عبر عن ايام الاسبوع مشان نروح اعمل متحولات والصفر هو الاحد والتنين هو الواحد بروح بعمل نمط تعداد بسميه day انه اليوم وبروح بعطيه قيم بهاي السوابت انه Sunday 1 وال Monday 2 وال Tuesday 3 وبصير بنادي انا اسمها السابت ولح حاله رح ياخد قيمي فريدي انا بكون بعرفة مسبقا او مثلا مثال تاني انا بلعبي اعمل بلعبي بسيطة مثلا وممكن مر بثلاث حالات فوز وتعادل وخسارة فمشان لا اعمل ثلاث متحولات ABC وهذا كان للربح وهذا كان للخسارة وهذا كان للتعادل بعمل متحول اسمه الحالي state وبروح بعطيه انه فوز خسارة تعادل وكل واحد بعطيه قيمي فريدي ولكن يجب هذه القيم ان تكون مختلفة عن بعضها ويجب ان لا تتكرر اسمها السوابت بنتعرف اكتر بالملاحظات كانت بنا كانت بشكل افتراضي في حال انت ما عطت قيم لهي السوابت اول سابت رح ياخد قيمة صفر والباقي السوابت رح تكون علي منه تزداد بقيمة واحد هذه القيم يعني لا تتغير لهيكا بين قوسين انه هي سوابت هذه السوابت يجب ان تأخذ قيم اسماء فريدي عن بعضها يعني احد تنين تلاتة ربح خسارة تعادل وقت يلي بتخلص هاي العملية وبروح بدي يصرح عن متحول من هذا النمط اللي انا عملته التايم التايب نيم فبروح ما ما فيني انا عند التصريع انه اسند له قيمة صحيحة منشوف مثال بروح بقول انم ودي بقل له ساتردي بساوي واحد سندي مندي فالسندي اخد قيمة اتنين والمندي اخد قيمة تلاتة رح نتعرف بهذا السلايد على لعبة الكربس كيم ونشرح عنه هلأ نكفي بالفيديو التاني ان شاء الله عن تكويد هاي اللعبية اللي هي اللعبية على الشكل التالي كل لاعب يمسك حجرين نير ويقوم برميهما وبيحسب بالمجموع يلي ظهر في حال كان هذا المجموع سبعة او ادعش فيعتبر الله الرابح يعتبر هو الرابح من الرميه الاولى ولكن اذا كان المجموع اثنين او ثلاثة او اتناعش فيعتبر خاسر ما تبقى من الرقام من خمسة وستة واربعة وثمانية وتسعة وعشرة في حال طلع له هذا الرقم من الرميه الاولى شو من روح نعمل نحتفظ بهذا الرقم يلي طلع له بفوت بحلقة انا بضل بكرر الرميات بكرر الرميات الى حين الى حين ان يظهر نفس الرقم يلي طلع له بالرميه الاولى ولكن انشان لا يضل يستمر بحلقة لا نهائية حتى يطلع له الرقم اثناء هاي التكرار في حال طلع له رقم سبعة يعتبر خاسر برجع بعيد وقت يلي بفوت بهاي الحالات المتبقية بفوت سيفله النتيجة اللي حصل عليها بفوت بحلقة فور بيضل او بحلقة وايل او باي حلقة ام نختارها بيضل بكرر الرميه الى حين ظهور نفس الرقم اللي ظهر واللي احتفظنا فيه قبل الدخول بالحلقة واثناء هذه الرميات اذا طلع له رقم سبعة يعتبر خاسر رح نوقف اليوم بهذا السلايد وبالسلايد اللي بعده رح نحكي على طريقة استخدام النمر المرشن مع هاي اللي بمثال كافي ومنكون اليوم خلصنا هذا الدرس